مسألة حرية تمريقة قبة باط وخيانة هلأ عم بقصف يعني أرض محروقة حزب الله ممكن ساعتها يتدخل هلأ شو ناطرين يعني بعد ناقش حماس يوصلوا على الإدس وحزب الله بعده ساكت حزب الله حاكم لبنان بالصرمية موته دمار أو تقسيم بقلك إيه تقسيم وما في شي عاجبك هاي الثورة اللي مرق وليد جملات عخلدة ومرقوه مكبوهن بمستوعبات الزبالة أو قرطوهن قتلى أو حطوهن بالحبوسة جيبوا شيكم قاضي شجاع وعندو بين إجريات اتنين كبار مشروع توطين بلبنان ورح يصيروا لبنانية ورح يقلبوا الوضع الديمغرافي بلبنان وهيدا الشرق الأوسط الجديد اللي عم يبنوه نحنا ما راح نكون فيه موسيقى 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 أنا منحييكم بهالحالة الجديدة من بودكاست اللي بصرنا نستضيف فيه البروفيسور زيادن جيم الاستشارة بجراحة الفم والفكين والصحافة التليفزيوني بقناة المشهد أهلا وسهلا فيك دكتور مسهل حرية ما غيرت هذه الجملة لا لأنه الأناعات مش متل التياب بتغيريهم بس تتغير الموضة الأناعات إذا هنه رسخين عندك أكيد بس كمان ممكن واحد يغير يعني إذا غير الأناعاته مش معناته صار بلا مبدأ لأنه فيه أيام تمرئ بأشياء بتقامن فيها يمكن مع الوقت بصير عندك نكسة بحياتك أو خيبة أمل بتغيري يعني ما فيه إلى المهبيل ما بيغيروا فكرهم بس كمان أنا بخاف من الناس يلي كل خمس دقايق أو كل ربع ساعة بيغيروا موقف سياسي يعني أو بيغيروا برودة من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال كمان هون بنقزوني يعني شوان أنت ما غيرت برودة؟ أنا ما بحيتي حطيت برودة تغيرها أنا أساسا ضد العنف كنت عم بيليك قبل الخلق يعني فما بحيتي كان عندي التزام سياسي فرسان العذرة سامع فيهم طبعا أنا فرسان العذرة ما فدت فيهم بديك فوت بحزب سياسي يعني فضل فوت بالحياة ولا فوت بحزب سياسي هلاد؟ ايه ما معندي ليش بتشيطن الأحزاب كل الدول انبنت على الأحزاب مش بالضرورة على كل حال أنا عملت برنامج 2009-2010 عن التجربة الحزبية بلبنان بشاشة الام تي في وكانت كانت أول تجربة بتعالج أول تجربة تليفزيونية بتعالج التجربة الحزبية بلبنان كنت حط ناس من 14 أدار بين مزدوجين وناس من 8 أدار بين مزدوجين لأن أنا ماني قابدة 2 ونحكي عن مواضيع عن مواضيع وأيامنا شوي بطريقة تقريبا موضوعية التجربة الحزبية بتبكي يعني أنا صارف معم خلال هذا البرنامج صارف معم الكليناكس قد ما بكيت شي ببكي فالتجربة الحزبية باللبنانية ما فيه تجربة حزبية فيه تجربة ناس يعني ناس كانوا مع كميل شامعون بحزب الأحرار ناس كانوا مع بشارة الخورة ناس كانوا مع الشيخ بير جميل بالكتائب ناس كانوا مع الناس وعدة يعني فيه تجربة رجال منهم كانوا مهمين منهم كانوا أقل أهمية بس أنه حزب بالمعنى مثل ما تقولي بالتجربة البريطانية مثلا لا أنا ما شفت هيك تجربة بالبنان والإثبات أنه كلهم مع الوقت خف وهجهم نا طيب دكتور سؤال اي عيد هيك عطول مستنفر عطول عصبي ماني مستنفر وماني عصبي وين شفتيني عصبي حستك هيك من أول الحلقة انت حستيني انت البرسابشن تبعيتي شو غلط البرسابشن تبعيتي لا مش غلط بس كل واحد عنده طريقة بيشوف يعني انت بتشوفيني بعيونك غيرك بيشوفني بعيونه بس فيه إجماع أنه عطول هيدا فيه الإجماع ما بيعني الحق يعني على أيام جليله قال لهم الأرض مبرومة طلع هوا معه حق وكلهم غلطانين يعني مش عم شبه حالي لجليله أكيد بس عم بعطيكي مثل صارخ تقلك أنه مش ضرورة دايما الغالبية تكون على حق اتيان صقر أبو أرز كان يقول شغلة كتير مهمة علمني إياها المرحوم فريد سلمان كان يقول أنت والحق أكثرية فأنا مؤمن بهذا الكلمة اللي قاله اتيان صقر وبعتقد أنه إذا الإنسان هو مؤمن بشيء وهالشيء راسخ عنده ما بيهمه كل العالم وما بيهمه شو بيقوله العالم وما بيهمه إذا الناس بيدينوه وما بيهمه إذا الناس بيجرجوه على المحاكم لأن حتى بالمحاكم مش دايما بيحكموا بالحق سيدة دليل شو؟ دليل أنك متصالح هالأد مع نفسك ولا دليل أنه هالأد شايف حالك لا شايف حالي أكيد لا لأنه أنا شو عندي أكثر من غيري تشوف حالي وحتى لو أنا كان عندي إشيء أكثر من غيري بيكون الله بالغلط أعطاقي إياهن لأنه الله بس يخلق العالم بيوزع هون بيوزع جميل هون بيوزع خير هون بيوزع زكاة هون بيوزع نصاحة هون بيوزع إنجاز يعني ما قالوا بالفضل واحد هلأ في ناس لسوق الخز بيكون عم بيوزع عليهم عقل بيجي تليفون بيطول التليفون بيسكر التليفون بينسى يكفيهم بيطلعوا ناقصين أغلبيتهم هول بيوصلوا على المراكز السياسية أف عن جد قاسي يعني أحكامك كلها قاسي عادل أنا عادل ماني قاسي أنا ماني أنا ما بشوف خالي قاسي أنا بشوف خالي كتير عادل بس نحن بمجتمع مبني على الكذب كله مبني على الكذب لهذا السبب الإنسان إذا كان نتفي صريح أو نتفي صادق بيعملوه وقح بدل ما يعملوه يعني ما بدي أقول شجاع ما حلو واحد يحكي عن حاله بس إنه إذا واحد شجاع بيقوله عنه وقح يعني ما بيعرفه الفرق بين الشجاعة والوقاحة مش غصة وقاحة دكتور بس إنه في إجماع إذا بتعمل الشرج حولك في إجماع إنه ما في شي عايش بك بهالحياة كلها أنا بعبر عن هالفكرة بطريقة مختلفة كيف؟ أنا بقول كتير قليل الإشياء اللي بتعجبني ما بقول ما في شي بيعجبني يعني هيدا الحديث قريب على الحقيقة بسمنه دقيق يفتقر إلى الدقة وأنت بتعرفي أنت إعلامية وسحفية ومزيعة ومقدمة اسم الله عليك شكرا بتعرفي أنه هالشي اللي عم بقوله صحيح يعني الدقة شغلة كتير مهمة بالإعلام أنا برأيي أهم من المتيماتيك من العلم الحساب وأهم من الفيزياء وأهم من الكيميا يعني العلوم الدقيقة الصحيحة لسيانس إجزاكت لسبب الدقة بالإعلام بتوصيف الأمور وبتوصيف الناس برأيي هي عامل أساسي من عوامل اللي بتقول أنه هيدا الصحافة التلفزيونية أو الإعلامة سميه ما شئت ناجح أو يفتقر إلى النجاح هيك رأيي أنا ما بعف رأيك أنت بتعتبر نفسك نجحت ما بحث كلمة إعلامة بس نجحت بالضمان لا أول شيء أنا ماني إعلامة أنا رجل من الناس يعني عندي قضية قضيته هي قضية الإنسان وحاملة من وقت ما بلشت أحكي على التلفزيون بس أنا بعتبر حالي أني دخلت بقسم من ضمير الناس الجماعي بلبنان وبالعالم العربي لأنه أنا حامل قضية والإثبات أنه أنا ضلت بعيد عن الهوى ما أقدم برامج بين 2014 وبين 2022 وضلت موجود بضمير الناس لا لأنه عنده قضية لأنه أغلبية الناس بس يوقفوا البرامج التلفزيونية عامة الناس ينسون مع أنه في كتير ناس نسيوها العالم وهي عندها قيمة كتير 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 كبيرة ما بدي أقول نسيوها العالم بس أنه ما عاد اسمه المتداول بالسالونات وبالحلقات السقفية وبالاجتماعات الفكرية وهيك إشياء فبالتالي النجاح لمين النجاح؟ لمين واحد ينجح لغيره؟ يعني هو بده يفهم أنه أنه غيرك مهم أنه يعترف فيك بس إذا ما اعترف فيك مش معناتها أنت مش مهمة وإذا اعترف فيك مش معناتها أنه أنت مهمة يعني هاي مثل قضية الله أنا دائما بيسألوني عن الله بيقوله أنه إذا أنا ما بأيمن بأله أو بعد ما اكتشفت الله مش معناتها الله مش موجود معناتها أنا ما اكتشفته وإذا أنا اكتشفته وأنا أكيد أنه موجود كمان ما بالضرورة أكون أنا على حق لأنه يمكن أنا عيوني عم بيفرجوني شي مش حقيقة ومش مظبوط لأنه احنا بالنهاية منشوف شو عيوننا بتفرجينا ومنسمع شو آداننا بتسمعنا ومنشتم شو يعني حواسنا بتعطينا بالتالي دايما في مرج للغلط بالنظرة الإنسانية للأمور من هيك أنا قلتلك أنت بتشوف الإشياء بعيونك وغيرك بيشوف الإشياء بعيونك بعد ما وصلت لجواب إذا فيه الله ولا لا أكيد لا بعد أكيد لا ورح فل من هالدنيا وأكيد ما وصلت لجواب طيب أصلا ليش طرحت السؤال يعني عادة الناس بتشكك بوجود الله لما بتمروا بأزمة كبيرة بحياتها بي يعني خضة كبيرة يعني بيكون فيه حدث غير مجرى الحياة أو النظرة للأمور ما بالضرورة ساعتها بتشكك بالإجمال بس مش بالضرورة فيه ثلاث أسئلة أساسية بالحياة أنا بسألهم وما عندي جواب على ولا واحد نحنا من وين جايين وشو عم نعمل هون يعني على الأرض وبعدين وين رايحين ما فيه ابن مرة بيقدر يجيوبك عليهم لأنه ما فيه ولا واحد راح رجع خبر بس الناس بيتعلقوا بحبال الهواء وبيخافوا وبدون شي يعطيهم طمأنينة لشو الناس بيلبسوا تما يبردوا تيكون عندهم طمأنينة لا بيصمدوا مصاري لآخرتهم تيكون عندهم طمأنينة لا بيدبروا شغل تيكون عندهم طمأنينة لا بيدرسوا بحصلوا وبيشتغلوا ثلاث شغلية تيكون عندهم طمأنينة يعني الناس ما فيهون يعيشوا بلا طمأنينة القلق القلق هو ميزة القوية يعني القوية قلال بهالدني فبالتالي كتير قلال الناس اللي فيهون يعيشوا بالقلق بس أنا بفضل إذا ما اكتشفت الحقيقة ارفضوا الطمأنينة لأن الطمأنينة بتنسيني همومة كإنسان يعني الهمومة الإنسانية اللي بتخليني أنا ضلني إنسان إشبه الإنسان ما عم بحكي بالشكل عم بحكي بالمضمون فبالتالي الناس بتخاف هلأ أنا ما بخاف بلا أنا بخاف بس أنا ما بخاف واجه المجهول يعني لأنه المعلوم بريحني لأنه بعرفه شو بدي فيه المعلوم أنه بكرة رايحة الشغل وشو رقم الجاكات اللي اشتريتها وقدي حق كيلو الخبز وحجزت تيكت وبروح قبل بثلاث ساعات بيخد الطيارة هول كلو مقلون طعمة يعني المهم الأساس يعني الإسانسيال نحن من وين جايين شو عم نعمل هون وين رايحين كل ابن مرة ما بيقدر يجايوا بع هات ثلاث أسئلة حياته الأقيمة بس ما قالها معنا بس هون يعني بدي أربط شوي هول الموضوعين ببعضهم معروف أنه حضرتك مأثر بوالديك آفا وفؤاد وتأثرت برحيلهم ما بيزعجك تفكر أنه يمكن الله مش موجود وبالتالي يعني نحنا كمسيحيين نعيش على الرجاء وأنه في حياة تانية رح نرجع نشوف اللي حبيناه على هيدا الدنيا رح نكفي حياتنا ما بتزعجك هيدا الفكرة أنا بحترم بحترم إيمانيك بس بحي تفاؤلك أنا ما عندي هالتفاؤل أنا ما ما عندي هالأد تفاؤل يعني عندي تفاؤل بس مش بهالنسبة الكبيرة يعني بس أنه ماني شايف أنه بعقلي صغير يعني بماتة بقى منه يعني لأنه صرف نام العقل بينصرف مثل المصاري اللي بالبنك تصرف يوم بعدين بيخلصوا ماني شايف أنه في شي بعدين ومتل ما قلتلك بعد ما شف خلاص يعني نحنا انرجية بتموت الانرجية بقى تقيد بقى تقيد يعني أنت ملحد دكتور لا ما بحب هالكلمة أنا ما بحب تصنف أنا الناس أنا ما بصنف بس اللي بيأمن أنه نحنا انرجية يعني ما في قول خلقتنا ونفحت فينا الروح أنا ما بصنف الناس على أساس معتقدهم الفكرة أو على أساس هويتهم ما بحب تصنف الناس لأنه ما بحب حدا يصنفني ولكن أكيد كل واحد عنده أناعة ثقافية تسمح له أنه هو ينظر للعالم ويوضعون يمكن بخانة معينة لأنه بيرتاح الإنسان يعرف أنه فلان هيك وفلان هيك وعليتان هيك بس مثل ما قلتلك أنه إذا واحد ما عنده أناعة أو ما عنده تأكيد أنه الله موجود مش يعني ملحد يمكن يكون لا أدري يعني 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 يمكن بيقول أوقات بحس بوجود الله أوقات بي وإمك يقولولي هو عندك ورا صدرك بس أنت مش شايفه يمكن معه وإغلب الظن يطلع معه بس أنا بشوف أنه شغلة كبيرة كتير أنه حدا صغير مثلي يكون الله جواته هو مش شايفه هذا أثبت أنه صغير يعني إذا هو جواتي وأنا مش شايفه يعني تأثير أنا إذا أنا شايفه وخايف أعترف فيه لأنه هو أو هي كمان ما بحب صنف جنسيا الله لأنه أنا برأيي إذا فيه جنس عند الله أكيد بيكون أمرأة فما يعني جوابي على كله للأسئلة ما بعرف ما بعرف هم فتش ما بعرف ما بعرف هم فتش عندي ما يكفي من الجرأة والشجاعة والشفافية أن نقول الحق حتى لو المجتمع بده يحكم علي أو بده يحطني بيخاني أنا مالي علاقة بس هم ما عليش بده نقشك بنقطة كتير مهم اللي عم بتقوله أنه واحد لازم يعرف من وين إجا والأهم شو إجا يعمل يعني فيه هدف لوجودنا بهالدنى وبهالحيا هيدا ما بيتناقض مع فكرة أنه نحن هلقد سخيفة القصة إذا نحن نحن يعني ما عنا هدا يعني ما جينا لهدا ممكن تكون هلقد سخيفة يعني فيه إمكانية استاتيستيك أنه نحن نكون وجودنا هلقد سخيفة فيه فيه إمكانية بس أنه مين أنا تأكد ومين أنا تأنفي يعني أنا يعجبون اللي بأكدوا واللي بينفوا أنه لا الله هيك والله هون وهؤل اللي بيلبسوا طوب أو بيربوا لحية أو بحطوا شي عراس بحطوا شي كيبة أو شي شي طربوش أو شي عمامة أو شي ما بعبشوا بيفكروا حالهم يعني بيقفوا قدام لمني يعني بيفكروا حالهم يا الله يا تحت الله بشوي ما يسمى يعني ما يرمز إليه الله أه ما تقدر هيدا تعالي وهني بعاد كل البعد عن ما يرمز أو ما قد يرمز إليه الله عم بقول ما قد لأنه ماني متأكد من الوجود فبالتالي أنا بشوف أنه هول أكتر ناس بحاجة للتواضع وهول أكتر ناس بحاجة أنه يشلحوا هول التياب ويعطوهم لحدا فقير ويلبسوا تياب عادي ويروحوا يخدموا الناس والإنسانية بدون ما حدا يعرف أنه هن يخدموا الناس والإنسانية لأنه إذا حدا يعرف عملهم بيفقد كل قيمته عائلتك يعني الأهل الله يرحمهم ما كانوا يعني ما كنتوا تشاركوا بتقوص دينية أداز بلا بلا خصوصا أمي أمي كانت كتير مصرة تروح على المعبد وتشارك بالإداز وكل شيء بي أقل كنيسة دكتر ليش معبد لا الكنيسة هي الكنيسة هي كل اتنين اجتمعوا عم حبة المسيح عم حبة يسوع الناصري يعني هلأ أنا وياك إذا منحب يسوع نحنا كنيسة عرفتين بينما المعبد هو المكان اللي بيعبدوا فيه وبي يعني بيفكروا وهيك إشي أنا هيك بسميه يعني عكل خال بس أكيد بيحترم اللي بيسموه كنيسة يعني ما عندي مشكل مع حدا بس بلا بي كان يصلب أعماله بي ما كان كتير يروح على المعبد كان يصلب أعماله أمي كانت تصلب أعماله كتير وبس ماتت عرفنا قد كانت تصلب أعماله بي كانت تشوفهم لأنه بي كان طبيب نعم كانت تشوف الناس اللي بيجوا بيقصدوه مشان مساعدات يعني أمي ما عرفت إلا بعدين لأنه أمي كانت موظفة بالبنك كان عندها مركز كتير حلو بالبنك وكانت تخدم كتير ناس بعدين بس ماتت صرت أعرف يعني صرت الناس بالتواتر أعرف عنا شو كانت تعمله هك وهي ده شيء كتير طبيعي أنه الإنسان يحسن معاملة الناس يعني منه إنجاز بس نحنا لأنه مجتمعنا كله سيء وبشع وقذر كل إنسان بيخدم وكل إنسان بيكون منيح مع الناس بيعتبروه إنجاز يعني بس أنا بالنسبة للي منه إنجاز يعني هذا شيء إنساني هلأ جواباً على سؤاليك أم كانت تمارس التقوس الدينية كتير وكانت تصر إنه تاخدنا كل نهار أحد أنا وخي على المعبد هلأ لحتى أنا وصغير كنت أخدم الأداس المرونة يعني كنت حافظ الأداس المرونة بالسيريانة يعني في بعض الجمل السيريانية أوقات هيك بتمرق براسة ألوهوت قابل برحمة كوربونة كينة قادمة هيك إشياء هيك إشياء كنت حافظهم وخي كان حافظهم بس كنا خارج السيرب ما كنا بالجو لا سبب بصر عاملنا عشر 11-12 سنة ما عدنا رحنا وما عدت رحت إلا بس وقت البدي إدفن خالي أو عمي أو أمي أو بي ما عدت رحت وما بقى رح روح لأنه أهلي كلهم فلوا غصباً عني يمكن روح معانه أنا بحب أنه يحرقوني ما بحب أنه حداً يصلي علي على جسمي يعني شوية الجسم يعني ما له طعم يعني تفضل أنه يحرقوني ويكبوني بالطبيعة لأن أنا جيت من الطبيعة وأنا من الطبيعة وبيرجع على الطبيعة لأنه بتعرف العوايد هون أنه بيصلوا على الناس وبيطلع رجل الدين أو عالم الدين وبيصيري خبرك مزايا وسمات الشخص وهو بيكون أكبر وسخ وأكبر مجوة وأكبر مقلعط هارفت كيف؟ والناس بتسدي الناس بتسدي هيدا أنا ما بأيمن بالثواب والعقاب يعني أنه هتلر يطلع حد ترازة دوكالكتة يعني هيدا وين عدالة الله؟ إذا هتلر وترازة دوكالكتة بيقعدوا مع بعضهم يعني شو هالألة التأثير يعني يلي بيعادل بين ترازة دوكالكتة وهتلر أو موسوليني أو شو بعرفني أي مجرم تشاوشاسكو أو ستالين أو غيرهم بس أنه القصة كل القصة أنا بيراصي من الراكبة يعني كلها عبسية عبسية يعني الوجود كله اللي خبرونا إيه نحن وصغار يعني انتبهي أنا بالمدرسة كنت أطلع الأول بهاي المادة عندي كتاب كنت عم برتب كتبة وضبت كتبة مؤخرا شفت كتاب أخده بالكاتيشيز بالكاتيشيسم يعني بالعلوم بس هاي ما قال عليك لأنه كنت غير شخص يعني هيدا الشخص اللي عم تخبرك عنه مات والشخص اللي عامل أول قربانة يعني زياد اللي عامل أول قربانة مات وزياد اللي كان يخدم القديس المارونة وحافظ القديس بالسريانة مات وزياد الشاب يلي كان منه عارف وين وين الفكر ممكن يوصله مات بقي منه نهول كلهم حدا بيشبه نقطة الاستفهام يعني عم بنبش على الحقيقة وما عنده مشكل انه يفكر على العالي ويقول على العالي شو الناس بتردد على الواطن طيب ولا مرة دكتور صار معك شي بحياتك حسيت انه مبلاء الله موجود يعني هيده إيد الله معقول كلها سنين ولا مرة صار هيك شي بحس 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 بح او قدى كان عندي حظ بالحياة ان يكون عندي اهل هالقد محبين هاي الطاقة اللي عم تحكي عنها انت ايه بشعر فيها لما بتذكر بحياتي لانه في زاوية من ذاكرتي القديمة كلها مخليها لأهلي اوكي وفي محل تاني منشي 25 سنة عملت حاد السير وكان معي صبيه حدا اسمها ماري ماتت توفت نعم اي توفت وانا كنت يعني على شفير شفير يعني ما كنت كتير بعيد يعني تكسر فكة وانكسرت رقبتي عشوية كنت انشلات وانقطاش اصبعي وكذا بس انه لانك سألتيني انا عامة ما بحب احكي انه عايب احكي لانه هي فقدة الحياة كلها بس كمان هاي حقيقة بس مشبور فسرلك هالتفاصيل المملة تتفهمي وجهة نظري كمان هون قلت انا انه ليه انا مفلت مع انه الحادث كان مروع يعني اذا بتشوف السيارة اللي كنا فيها انا وماري كان اسمها ماري بطرس اذا بتشوف السيارة اللي فيها انا وماري بتقولي انه ما حدا بيطلع طيب منها اوكي طلعت طيب ورجعت تقريبا عملت حياة تقريبا طبيعية خلينا نكون متواضعين بس حملت عقدة زنب اكيد لا ما حملت عقدة زنب ولا زباد انه بيش انسان طبيعي بيتسبب بموت شخص عن غير قصد ما بيحس بعقدة زنب بكون كذب اذا بقلك لا بكون كذب او بلا مخ او بلا احساس او بلا انسانية او بلا دماغ دكتور في ناس تقتل عمدا وما بتحس بعقدة زنب يعني بارك 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 بس عم بقلك انه هاي دي اشياء بتصير وبتذكر القاضي ناسيب الية اللي استجوابني عم طافي فيه مسار قانوني لما تتسبب بموت شخص شايفني هيك مهموم وحزين يعني وهيك امشيل هيك مفتيح من جيبته مفتيحه يعني القاضي ناسيب الية اللي وجه له الخير هيك وكبهن عالطاولة قدامي هيك كل واحد عنده هيك مفتيح يعني مفتيح سيارة يعني كل واحد بسوق سيارة ممكن يشير معه متل ما صار معك يعني يعني ما تحمل هالأدهم لانه انت مردت يعني انت مسؤول بس منك يعني مجرد منك مزنب بالمعنى يعني انت مردت تقذي لانه زيت نفسك كمان طبعا اوكي حتى لو ما انت تقذيت انت يعني ما بعض بيسموها بالمجتمع قضاء وقدر ما كتير بحب انا سميها يعني افكارك تبدلت بعد هالحادسة ولا اريدي كانت موجودة؟ ما كتير لا ما كتير لا يعني من قبل الحادسة كانت الافكار بالعكس جذرت اكتر جذرت اكتر بس هول هالامرين بحياتي يعني قدي اهلي كانوا حدي ووراي هالطاقة الحلوة وقدي انا كنت عندي حظ بالحياة انه كان عندي واحد بالمية حظ اني اطلع طيب من هالحادس المروع اللي انا مردته بس انا طلعت بس او حياتي فهمت ليه مري فلت يعني مخصة بالموضوع يعني امر امر كتير فضيع وامر كتير عذبني مع الوقت وعذبني مش بمعنى المسئولية عذبني على المستوى الانساني لانه اللي بفل بيرتاح ما بعد يحس بشي بيفقد بيفقد حواسه الخمس بس اللي بيبقى يعني اهله اللي تعذبوا انا اللي تعذبت طبعا عرفتين؟ فبالتالي هيدا اختبار كتير كبير على انسان هيدا اختبار كتير كبير على انسان ولابد انه يكون له معنى بس لحد الان هو صار معي بالخمسة وتسعين بعتقد او بالستة وتسعين ما فهمت شو معناه طيب دكتور تنغير شوي جو لانه ما عندي مشكلة انا ما بدي كيه لا 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 عادي عادي انا بحكي بكل شفافية بكل المواضيع اوكي عادي ما زال هيك جاوبني وبحكي بحكي كل شي عندي ممتاز مش ربع اللي عندي اوكي انا الحياة الشخصية اكيد مغفوط فيها بس تسمح لي بسؤال ياتين نحنا من نحنا وصغار منحضر زياد انجام اللي عنده افكار متطرفة عن الزواج سامعتك بكذا مقابلة يعني الزواج مؤسسة فاشلة ما حدا بيتجوز اللي بيحبه وبيتجوز اللي بيناسبه بالاجمال ايه ايه اخر شي بعدك فكر ذات شي بعدك فكر ذات شي وليش تجوز لانه انا حر غير فكري ما حدا اقلو معي ولانه انا مني ضد الزواج انا ضد الزواج الفاشل بس انا بنظري تسعة وتسعين فاطلة تسعة وتسعين بالمية من الناس زواجهم الفاشل لانه مبني على الاشياء اللي انت قلتيا يعني مبني على المصلحة وهيك شغلات ومبني على اله انا بالفرنساية وبسميها الكونفنانس يعني هذه مناسبة لقلي بتجوزها وعامة مظبوط انا هيك فكر انه الانسان ما بيتجوز اللي بيحبها بيتجوز اللي بتناسبه وهذا يطبق على الرجل وعلى المرأة عامة بيتهموا المرأة انه بتتجوز اللي بيناسبها واللي معه مصاري بس رجال هيك رجال اسوأ منها لو ما هيك ما بيقبل فيها بهالعقلية الامرتة والمقلطة بس ولكن بالحياة الانسان لازم يكون عنده جرأة انه يقول شيوم اي انا بهاي غلطت وجوات هيدا فيه محلات كتير كان معي حق بس بها المحل غلطت ولازم يغير فكري ويغير فكره بربع ثانية مش بثانية يعني غلطت بتفكيرك عن الزواج؟ لا غلطت بتفكيري عن انه كل الاشياء غلط يعني انا بعدني مؤمن انه زواج مؤسسة فاشلة وبتسوى صرماية بس ولكن ممكن واحد اذا عنده نية واذا عنده رغبة بالنجاح اكيد بالفريقان طبعا اكيد ما بيقدر المرأة لحالة طبعا اذا ما راجل كمان ممكن كتير انه ينجح تبهي وما بيقدر يقول بعدين قبل ما يموت هو جايت اموت انه يهي اه انا كنت فاشل بده يجرب او انا كنت ناجح كيف انت كنت ناجح؟ ما بدك تجرب بس المهم يجرب مع الشخص المناسب 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 مش بالمعنى المادة المناسب يعني اللي بيناسبه اللي بيندمج هوية اللي بيتناسب هوية فكريا وروحيا وجسديا وعاطفيا وثقافيا ومجتمعيا ممتاز بدي احكي بتايختم هيدا الجزء بدي احكي شوي عن مسيرتك بالتليفزيونيات مرأت ام تي في البي سي او تي في ثلاث برامج بال او تي في وهلأ قناة المشهد لفتني انا وعم راجع شوي يعني سي في طبعا مرأت بالحرة وبالحرة طبعا بحرب تموز كمانا غطيت لا بس قبل عادت سنة بالحرة كنت ليد انكر بالحرة ممتاز بالالفين واربعة وما رأت بي تليفزيون المشرق بالتلاتة وتسعين هيدا سؤالي بالمشرق ليش استعملت زيت الاسم انا الشعب كنت اعمله بالمشرق بانه بتليفزيون المشرق كنت عم بعمل انا الشعب وعملت حلقة عن الوجود السوري بلبنان وعملت نوع من ريبورتاج بالمناطق الشرقية يعني المسيحية بين مزدوجين شو بشع هالكلمة وبالمناطق الغربية الاسلامية ابشع من بعضهم ووقتا كان فيه سيدي اسمها تحية انديل هي مسؤولة هونيك وانا برنامجة كان لايف فكانت الحلقة 12 او 13 عن الوجود السوري كان اول برنامج لايف بيستضيف الناس يحكوا لايف بالتلاتة وتسعين يعني كانوا هلأ اللي بيعملوا برامج لايف مش مخلقوا بعد كان بيهم منام مع امهم تيفابركم بعد فبمرحلة ما بيحطوا على الهوى الروبورتاج تبع الغربية اللي كلهم بيقولوا ايه الوجود السوري منيح وتيساعد الديمقراطية بلبنان وتيساعد بناء الدولة وكلها الحكة البلطعمة والكذب بمحل ما في مدير المسح اسمه علي يعذرني لانه نسيت اسم عقلته مع انه كنت كثير حبه وعزه بس نسيت اسم عقلته قصة قديمة يعني عمره 30 سنة بيقول لي تحية انديل سحبت الروبورتاج تبع الشرقية يلي بينتقد وبيقوة الوجود السوري بلبنان انا ما حكيت شي ضلتني بوكر فايس نهيت الحلقة قلت لهم بشكر اهتمامكم هيدا كانت اخر حلقة من انا الشعب تصبحوا على خير وسكرت البرنامج وفلت ومعد جيت واكلوا علي 4000 دولار ادمنهم اوادم فهي الحقيقة متل ما هي فالمورال تبع هالقصة مش تخبرك انه راح انا الشعب وراحوا ال 4000 دولار متل حزائي اتنيناتهم انا بهمني اشياء اهم بكتير بهمني خبر للناس انه هيدا برنامج كان مبتور ومبتور مش بيرادته بيرادتهم هنه لانه هنه كانوا قراب من الوجود السوري ومن الجيش السوري ومن المخابرات السورية بلبنان وهنه ما بيقدروا لانه هنه عندهم معلم انا ما عندي معلم الا عقلي بالتالي انا ما بهمني حدا انا بحكي شو ما بدي وبفكر متل ما بدي وبروح وين ما بدي وبغير فكرة ساعة البدي وبضلع فكرة ساعة البدي وما بدي شي من حدا من هيك انا قوي فانا ما قبلت على نفسي انه هيدا برنامج مبتور وقلت انا شي يوم بعد بدي ارجع عامل انا الشعب وبس الاستاذ توني خليفة عرض علي وانا كتير شاكر وممتن له انه ادخل بقناة المشهد وصير عضو من اعضاء عائلة المشهد بدبي قلت له بدي ارجع احيي فكرة انا الشعب لانه بعضه بقلبي مبتور بدي ارجع عامل وقال لي هيدا بيتك يلي يلي انت بتفكر فيه حكي انا عازمك انت تحكي يلي بتحبه عم بحكيك بس ما اقول في اي مؤسسة بالعالم مش بس على صعيد لبنان يعني ما بعرف انجح المؤسسات العالمية سمي اللي بديك كل المؤسسة عندها اجاندة معينة مش مفروض الشخص اللي بيشتغل ضمن هذه المؤسسة مش يلتزم مش فكرة التزام بس على الاقل يراعي الخطوط العريضة لهذه المؤسسات انا اولا مرة يعني هلأ موجودين كل الحلقات صنع عاملين اكتر من 30 حلقه على هو بكل الحلقه في موضوعين يعني في اكتر من 60 موضوع عن كل شي يعني يلي بديك موجودين على ويب سايت قناة ومنصة المشهد ولا مرة اجا حدا قال لي هيدا الموضوع ممنوع او هيدا ما فيك تتعاطفي او هيدا مجبور تتعاطفي من هالناحية لبل من اسبوعين شفت استاذ توني كنا عم نتمشى داخل الستوديو عم نحضر قال لي اذا بدك اذا عبيلك قبل ما تعالج المحورين اللي عامة خد كل مرة اي توبك اللي بدك اي سبجك اللي انت بدك موضوع محدد وحكي عنه هيك انت متل ما طالع بيلك ديئة او ديئتان يعني هيدا كمان هامش اضافة للحرية عم بيعطيني ايه الزلمة هلا اذا صاحبك عسل ما تلحسوا كله فانا بعرف شو بطلب ما بطلب اكتر ما بستاهل وما بقبل باقل ما بستاهل بالمحطات المحلية ايه اشتغلت فيهم كلهم تقريبا لان ايه اكيد كان فيه اكيد كان فيه مشاكل بس ما كانوا المشاكل يجوا معي يعني مرة مثلا بخبريك شغلة بتضحك سطلني يعني اعيام الام تي في كان عندي برنامج بالام تي في فبال الفان واثنان كان الاكزاكتف بروديوسر والمعد سلايمان ابو زاد اللي هلا اليوم عنده مركز كتير مهم بقطر اعلامي فمرة عم بقدم حلقة بقول انا عم بحكي عن اسرائيل قلت انا جيش الدفاع الاسرائيلي هو اسمه اسرائيلي ديفانس فورس او لفورس دو ديفانس ديزرايل هو هيك اسمه الجيش فيش خمسة عشر مخلوق بالدولة اللبنانية جنوا وبلشوا تلفنوا لاستاذ جابريال المر واستاذ جابريال المر يتلفن سلايمان ابو زاد ويقول له انه لا لازم يصحح زياد يخي شو عم صحح ما انا هذا مش رأي ولا جابريال المر ولا سلايمان يعني الناس من الامن العام يمكن لواء جميل السيد يمكن حدا من قبل وما بتذكر بس هيدا الجو يعني الجو القريب من سوريا اللي عامل حالة انه هي ضد اسرائيل وكل عملاء وازلامة عاملين حالهم ضد اسرائيل وبكنا منشوف بس يقدوا عزيات الطاولة كيفنا نضحك كلنا ونبكي نضحك ونبكي نبكي من الدحك ونضحك من البكي فقلت لهم يعني هني بالنسبة لقلهم اذا واحد بيقول جيش الدفاع الاسرائيلي بيسمي الجيش اذا مثلا اسمه الجيش الصيني الشعبي لأ بدكتول اسمه الجيش الصيني مثلا خي هيك اسمه الجيش الصيني الشعبي مثلا جيش اللبناني اسمه الجيش اللبناني اذا انا قلت جيش لبنان يعني اوكي بكون مغلط اسمه جيش اللبناني بس اذا قلت الجيش اللبناني بده يجي واحد يتلفلني يقول لي لا اقول جيش لبنان اكيد ما فينا قارن بين جيش لبنان ودفاع الاسرائيلي بس عم نفكر على العالي عم نتفاكر بس تقلك الدي الهبلنة والسطلنة والسازاجة والسخافة فيها تروح بعيد انا برأيي السازاجة والسخافة فيها تروح بعيد قد ما الزكاء بيقدر تروح بعيد وما بيعني اذا واحد قال جيش دفاع الاسرائيلي يعني انه هو بحب اسرائيل شو هالمخطولي اللي بيفكر هك شو هالأهبل هيدا هيدا ما لازم يكون بالدولة هيدا بيرجع الدولة خمسين سنة لورا لاصل بالنيات وبالاعمال مش بشو بواحد يحكي ستصوري عشو علقوا مثلا عشو بيعلقوا بعطيكي مثل تاني مثلا مرة عملنا حلقة حضرنا حلقة عن الله عن الوجود الله عن الإيمان بالل بي سي بالشاطر يحكي واعلننا عن الحلقة وبعده الإعلان عندي نازل بجريدة النهار جريدة النهار ريفرانس مؤسسة يعني كتاب تاريخ ما حدا فيقول العكس ضغري عنيع وبضربو اي 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 ما بمزح أنا بهالشي وع اساس ضد العنف لا لا مش بيدي بضربو بكلامي فموجودة عندي دوكومنت عندي خمس نسخ منها ماني متأكد من الخبر بس يردد إلي من عدة مصادر إنه إجاء اتصال يا من البتركية المارونية يا من دار الإفتاء دار الفتوى يعني إنه بليز هيدا الموضوع ممنوع تتناولوه حضرنا وتعذبنا للحلقة وأعلننا عنها بصحيفة النهار وبغير صحف يمكن أنا عندي بالأرشيف صحيفة النهار بس يمكن نزلت بالأنباء يمكن نزلت بالسفير باللواء بالشرق ما بعرف ماني متذكر لأنها قضية قديمة يعني هيدا بالألفين ألفين وواحد ألفين واثنين تمانا وتسعين تسعة وتسعين تقريبا بها فهول المثلين ومثل تحية أنديل وكيف شالت صحبة ال ريبورت طبعا يعني شي محزن يعني أفغانستان أحسن منا أفغانستان اللي منضحك عليهم نحن هني أحسن منا أنا برأيي أسوأ البلاد بالعالم هني أحسن منا بالديمقراطية مش حبي أطشك بس رح يقتلوني بالراجي لازم نروح لفاصل أول فاصل بحلقتنا مشاهدينا خليكن معنا عودة يا مشاهدينا لمتابعة حلقتنا دكتور نجيم نرجع من رحب فيك معنا بدي أحكي أهلا وسهلا فيك بدي أحكي بهذا الجزء شوي عن نظريتك اللي يعني ممكن تكون غريبة شوي اللي بتتعلق بهذا الحلف اللي عطول بتحكي عنه الحلف الإسرائيلي الشيعي في مواجهة السنية بالمنطقة بس انطلاقا من اللي عم بيصير اليوم بغزة وعملية طفان الأقصى هيدا العملية ما بتضحط كل نظريتك السابقة؟ لا ما بتضحط نظريتك السابقة عمليت طفان الأقصى هي يعني عندي 50% نظرية إنه هي قرار فلسطيني مستقل يعني إيران بتأكد إنه قرار فلسطيني مستقل بس أنا بالسياسة آخر شي بصدقه شو بيقوله رجال السياسة من أول رئيس لآخر مواطن وفي نظرية تانية بتقول إنه هذا منه قرار فلسطيني هذا قرار إيراني لإحراج إسرائيل بمشاريع المستقبلية للمنطقة ياللي هي شرق أوسط جديد واللي هي بناء سلام وتطبيع مع الجمهورية العربية السورية ومع المملكة العربية السعودية هلأ المملكة العربية السعودية فوق الطاولة عم بيصير كان التحضير مع الجمهورية العربية السورية تحت الطاولة ومن أيام الرئيس خافز الأسد بس هيدا شي منه كتير معلوم بالأوساط العالمية والأوساط التاريخية هلأ في قضية بالموضوع هلأ أنا ضد العنف وأنا ضد القتل وأنا ضد الدبح وضد كل مظاهر العنف والعدوانية أنا ضدها ولو على شعب الطهد يعني اليوم الشعب الفلسطيني الطهد أكتر من خمسين سنة الشعب الفلسطيني الطهد من أكتر بكتير من خمسين سنة بس الشعب الفلسطيني بدأ اضطهاده عام يعني 1897 بالمؤتمر السهيوني الأول اللي صار ببازل بسويتزرلند اللي عملوه تيودور هيرسل ودافيد بن جوريون أول رئيس وزراء ووزير دفاع لدولة إسرائيل مش هون القصة القصة أنه أكيد في قضية فلسطينية وأكيد الشعب اليهودي إذا الله خالق كل اليهود وكل الفلسطينية وكل الملحدين وكل المسليين الجنسيين وكل السود وكل البيض وكل اللبنانيين وكل السوريين وكل كل 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 شيء إذا الله خلقهم يعني إذا فيه الله وإذا الله خلقهم إذا هول خلقة الله وعلى صورة الله هول كلهم إلهم حق بالحياة كلهم اللي ذكرتهم هلأ إلهم حق بالحياة مش حساب غيرهم يعني لا أنا إلهم حق بالحياة حسابي كلها أنت إلهم حق بالحياة حسابي وموضوع الأرض وملك الأرض وملكية الأرض موضوع كتير كبير وكتير عميق ومش مما كان فيه قاربه بيعدل وبيفهم وبيمفاكرة للتاريخ هلأ تنرجع عملية طفان الأقصى عملية طفان الأقصى هي عملية انتقامية أكيد هي عملية انتقامية لأنه نحن ما بننسى شو صار بغزة وما بننسى الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية هلأ التاريخ بعيد نفسه أكيد التاريخ بعيد نفسه الناس لسيد أنه تعفى إسرائيل عملت عدة حروب مع العرب بداية بـ 48 ونهاية بالحرب اللي عملتها بلبنان بس في حرب كانت في حربين مميزتان أول واحدة صار فيها احتلال سنة الـ 67 احتلوا فيها هضبة الجولان واختلوا فيها غزة واختلوا فيها الضفة الغربية واختلوا فيها عدة أمكنة وظلوا محتلينها لحد تلاتة وسبعين بالتلاتة وسبعين منيت إسرائيل بإخسارة كتير كبيرة اسمها كان وقت حرب يوم الغفران أو يوم كيبور بسموه اللي هو هيدا أقدس يوم في الديانة اليهودية الكريمة وبالتالي صار فيه مفاجأة ومباغة من قبل الجيش المصري والجيش السوري ورحلهم الإسرائيلية بوقتها 2650 قتيل وشي 7200 جريح وشي 295 يعني بكون غلطان بكم واحد يمكن أسير وراح ألاف ومئات وألاف الأسرة والأتلة بالجيش المصري وبالجيش السوري هيدا حرب ما بينسوها الأسرائيلية لأن صارت يوم كيبور وصارت ب7 أكتوبر 1973 وضاينت تلات جميع خلصت بتقد بـ 24 يعني بـ 25 بين 24 و 25 أكتوبر يعني ضاينت شي ثلاث أسابيع حرب مهولة كارثة على الإسرائيلية هلأ صار نفس الشي يعني اليوم الإسرائيلية بيذاكرتهم الجماعية وبيضمينهم الجماعية عم بيعيشوا مش الصغار الجلبيت اللي عملن عشر دقايق وربع ساعة ونص ساعة عم بيحكي عن الناس اللي بعمره الضباط عم بيحكي عن الكبار المدنيين هو لي بعد الحرب لأن هذه من خمسين سنة صارت 73 6 أكتوبر 23 7 أكتوبر خمسين سنة بالضبط جور بر جور فبالتالي هذه منا صدفة اتنين هذه الهجوم طبع طفان الأقصى يثبت أنه نظريت الردع الإسرائيلية يعني ما دون يسمحوننا فيها ما عادت زابطة بدأت شتشود وما عادت قادرة إسرائيل تقول لأمريكا أنا بردع مين ما بدي لا ما بتردعي ثلاثة أكيد من الناحية الإسرائيلية صار فيه تمريئة قب بطباط وخيانة يعني فيه ناس أكيد متواطئين أكيد طبعا مية بالمية لأنه السياج الفاصل يلي على طول عشرات الكيلومترات إذا بتمرق دبانة مش طير ولا غراب ولا نسر ولا دينوزور طير ولا فيل طير دبانة إذا بتمرق كله بضوة وما حدا فيه يمرق ليش بدون يتواطئوا؟ لأنه لأنه فيه بلان فيه مخطط أنه يحرجوا إسرائيل بالزاوية وبالتحديد يحرجوا اليمين الإسرائيل المتشدد والمتطرف المتمثل بمسيو نتانياهو يلي كل بسينات لبنان وإسرائيل ما فيهون يشيلوا عن إيدي ريحة الدم دم الضحايا الأبريا اللبنانية والفلسطينية والسورية فأنا برايي هذا بلان ضد حكومة نتانياهو يعني أنا أصلا متعجب كيف بعد حكومة نتانياهو استفاد مننا لا 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 ما استفاد مننا أبداً بالعكس هيدا فشل لقلو وفشل لجهاز أجهزته الاستخبارية وعلى رأسهم المصاد والشابات اللي هني كمان الأجهزة الاستخبارية التي لا تقهر ولواء جولاني وكلها الحك الفاشل والبلطعمي بس بديك تشوفه شو فيه وراها يعني وراها شو فيه وراها فيه يمكن أنا أنا هلا ما بقدر بعرف بعد بكير كتير نعرف أول شي اللي بقدر إليك هي أنه هاي حرب طويلة لأنه خلص توفان الأقصى منيت إسرائيل بخسارة لا مثيل لها غير مسبوقة منذ عام 73 فوق الألف أتيل مئات الأسرة جرحات دمار وهم شي نفسياً يعني معنوياً خسره حرب كبيرة هلأ بلشت حرب أخطر وهي حرب غزة يلي بلشوا فيها يعني يعني بيبشرون الإسرائيلية بأنابل فسفورية اللي هي ممنوعة دولياً وخوف وخوف أنه فيه بلان يعني فيه مخطط لنقل أو شيء للتدمير البنية التحتية لغزة وهذا شيء منه صعب على الطيران الإسرائيلي المتطور ثانياً والدمر البنية التحتية ما بيعد فيه صبل للعيش يعني بصيري بديك تنقل أوكي نقلوا فيه مليونين ومئتين ألف غزاوة سيناء ممكن هذا سيناريو بس الإخواننا المصريين رافضين هالشيء والرئيس السيسي قال والوزير الخارجية حكيوا بهالشيء أنه نحنا يعني عم بيسمعوا نتانياهون وعق تفكر أنه فيك تنقلهم علماً أنه منساعدهم أدبى بدك بس ما بتنقلهم على شبه صحراء سيناء شبه صحراء سيناء اللي احتلت عام 67 قلتلي هضبت الجولان وصحراء سيناء والضفة الغربية وغزة هلأ الشيء بدي يسير ما حدا بيقدر يعرف التطورات لأنه ما فينا نعرف إدي إسرائيل عندها رغبة وعندها حاجة أولاً للانتقام وتانياً هيده لإلى مناسبة يعني صار فيه سبب لإلى أنه تدمر غزة تدمر غزة على الآخر على الآخر على الآخر يعني ما تخلي بيت واقف مش أنه هلأ عم بقصفها أحمد ياسين أو عم بقصف عم حمد دحلان أو عم بقصفها أبو عمار أو عم بقصفها أبو أياد لا هيده هيده سبعينات وثمانينات القرن الماضي هلأ لا هلأ عم بقصف يعني أرض محروقة طيب هالغزة اللي أرض محروقة وين بده يعيش يعني بده يصير فيه اجزاد بده يصير فيه منفى نعم وبالتالي كل قطاع غزة اليوم محطوط عليه هو موضع نقطة استفهام كتير كبيرة على السورفايفل طبعه يعني قد يستمر أساساً لليوم للليلة للليلة صار فيه حوالي 200 ألف غزة وتركوا قطاع غزة ما بعرف إذا كانوا نساء أو أطفال الله يكون بعونهم مين ما يكونوا أكيد بس دكتور بس بالسياسة اليوم هذا السيناريو اللي عم تعرضه حضرتك تدمير قطاع غزة وإخراج الفلسطينيين منه ما بنعرف لوان أنا ما قلت إخراج الفلسطينية أنا قلت إجبار الفلسطينيين على الخروج لأنه ما بقى عندهم إذا البنية التحتية اتدمرت وين بيقعد وين بيفوت على التويلات وين بيتحمم وين بيأكل وين بيتبضع يعني وين صبوا للعيش بس يمكن الوصول لهذا السيناريو بيظل وجود أكتر من مقاومة بأكتر من بلد يعني حزب الله ممكن ساعتها يتدخل بحال كان فيه هيك عملية كبيرة إيران موجود لا أنا قطيتي على شاب بيتر جديد ما له علاقة باللي عم بيصير ليش برأيك تدخل حزب الله ما له علاقة بأصدف عملية كبيرة ويساعة حزب الله برأيك ما عنده لا رغبة ولا حاجة يشارك بهال بهالحرب لأن تبهي هلأ انتقلنا من حرب لحرب بلشنا بطفان الأقصى انتقلنا لحرب غزة وهلأ الناس عم تحكي إنه ممكن يصير شيء عم بيصير فيه مناوشات كتير بجنوب من الناس بالحزب ثلاث شباب ميتوا كانوا بأبراج المراقبة وميتوا هلا ما بعفزة كانوا بأبراج المراقبة بس هو بيقول أنه هو الميتوا وعطى أساميهم بس اللي بدي أقولك إنه حزب الله بتأديري أنا المتواضع ما عنده لا رغبة ولا حاجة يخرب الترسيم يلي قام فيه مع الدولة العبرية واللي رح يكون فيه هو الرابح الأكبر ضمن ما يسمى بالسياسة الثناء الشيعي يلي هو جار الطائف الشيعي الكريم وراه ومصادر قرار السياسة والفكرة والاجتماعي والأهم الاقتصادي فبالتالي أنا برأيي حزب الله أزكى من أنه يفوت أزكى عم بحكي زكاء بالسياسة وعنده حنكة ودهاء سياسة فيما يكفي مشين ما يدخل بهاي الحرب ليه لأنه أول شي هي منح حربه مش هو اللي شنا حتى ولو بيصير فيه مناوشات إسرائيلية هول ما شي بطاطا مزحة هو بيمزح فيه وهم بيمزحه بس اللي بدي أقوله أنه هي منح حربه وأنا برأيي ما رح يشارك فيها ويمكن رح يستوعب الاستفزاز أكتر بكتير مما عادة بيستوعبه لأنه من زمان خطف اتنين وعمل حرب من زمان وورطنا بحرب والمشكلة معه هلأ أنه هو ماسق قرار الحرب وهو ماسق قرار السلم بوقت لازم الدولة اللبنانية تمسك قرار الحرب وقرار السلم هو يكون لواء مقاومة داخل الدولة اللبنانية يعني تحت قمر تقائد الجيش اللبناني يلي فيه أرزي عكتافه اللي أنا إلي الشرف أني انتمي لأيها هيك الأصول مفروض يكون إذا فيه دولة يعني يا فيه دولة يا ما فيه دولة إذا فيه دولة فيه دولة وحدة مش 16 دولة دكتور بسي قوة حزب الله العسكرية اللي انتزعت اتفاق الترسيم يعني لو لا المسيارات اللي طلعوا فوق المنصات وفوق الحقول النفطية الإسرائيلية ما كنا شفنا هيدا الهرولة الأمريكية هيدا الإخراج التلفزيوني والسينمائي هؤل تفاصيل الإخراج التلفزيوني والسينمائي شو تمثيلية ايه بس الممثلين ما منعرفهم والمخرج ما منعرفه منعرف مدير الإنتاج بس بس الممثلين ما منعرفهم والمخرجين ما منعرفهم بس رح نعرفهم يوما ما لأن رح يصير معهم مئات المليارات أكتر ما هني هلأ معهم مئات المليارات بس إني حساباتهم مش بالمصارف اللي إلي علاقة بأمريكا بس الأمريكان بيعرفوا هن مين هن مش هون القصة القصة أنه حزب الله هيده يمنح حربه وحزب الله مش من مصلحته أنه يخرب صفقة ترسيم البحر ومش من مصلحته ولا رغبته أنه يخرب صفقة ترسيم الحدود البرية اللي هو كمان رح يقوده وهو رح يستفيد منها ومش من مصلحته يخرب نهاية مسار طريق الحرير الجديدة اللي رح تجي من الصين واللي رح تفتحها المتوسط بمحلين أنا برأيي لا ثالثة لهما يا على الشط السوري يا على الشط اللبناني بالشط السوري عندك مشلة الروس دونية قصة مهنة والروس لأنه قاعدين بحميميم لازقين شي 200 سنة مينموم وبغير حميميم يعني بس مبينين بحميميم بلبنان أنا برأيي خط الحرير يعني هيدا لفوا دولاسوا طريق الحرير الجديد مش القديم بده ينزل بصور مثل الشاطر واللي رح يستفيدوا منه هن الطائف الشعي الكريمة واللي بعيش شو بيعمل بيذكر التاني بس دكتور هون يعني عم تضحط كل عقيدة عقيدة حزب الله هيدا الحزب اللي قام على فكرة المقاومة وعلى فكرة فلسطين وسنعبر إلى الجليل هيدا الكلام للسيد نصر الله بالسياسة 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 في مصالح والسياسة بيغير حسب مصالحه اوكي بعطيكي مسأل صغير مثلا الحج عماد مغنية كان نمبر تو بحزب الله اوكي وكان عايش بالشام بمحل كتير امنيا يعني مكموش ومعلوماتي المتواضعة جدا بتقلي انه عمل كتير بلاستيك سرجري بوجه تيغير شكله اتلوه بنصدين الشام الله يرحمه الله يرحم كل الموت بال2008 ايه شو يعني خمالي ما خلصت ولا النظام السوري يلي هو حليف حزب الله نظريا ببعض الاشياء ولا النظام السوري عمر ردة فعل ولا حزب الله عمر ردة فعل على اغتيال عماد مغنية بنص دين الشام واحد اتنين اللواء قاسم سليماني يلي لو ما منه ما في نظام سوري اليوم واللي هو كان اهم شخصية سياسية وامنية واستخبارية بالجمهورية الاسلامية الايرانية اتلو الامريكان مظبوط نعم شو عمله حزب الله وشو عمله الايرانية ماشي ما عمله شي هاي اتنين تلاتة اذا حزب الله واذا السيد حسن نصر الله بده يصلي بالقيدس وكلنا منحب نصلي بالقيدس انا خالتي ماريه ارداحي الله يرحمها صليت بالقيدس عام 1947 يعني قبل ما اخدوها اليهود هلأ الوقت يعني هلأ لازم يفز من المطلة على صدرات ما بعرف شو يا دكتور احترنا لحظة لحظة هلأ هلأ الوقت يعني ما فيه وقت ما فيه وقت اكتر من هالوقت كانت اسرائيل ضعيفة فيه وكانت اسرائيل خسرة مفتوح فيه اكتر من هلأ وهلأ اكتر وقت مفروض فيه المقاومة يستفيده المقاومة الاسلامية لانه فيه عدة مقاومات بلبنان فيه المقاومة المسيحية اللي ضحضت الارادة الفلسطينية اللي كانت بده تحتل لبنان وتعدت عاسياته واستقلاله مع كل احترام للقضية الفلسطينية وما بده نظلم مش كل الفلسطينيين بعض الفصائل الفلسطينية وفيه المقاومة المسيحية اللي ضحضت الجيش السوري المحتل اللي احتلنا ودعسنا بالصرمية على 30 سنة وفي المقاومة الاسلامية اللي زاحت كل المقاومين من الحزب الشيوعي وحزب القوم السوري الاجتماعي ومنظمة العمل الشيوع وقالت لهم أنا بس مقاومة وأنا بس شيعة وأنا بس مقاومة اسلامية روحوا على البيت انتبهي هؤل كلهم بالحساب السياسي مفروض ينذكروا ومش مفروض ينمحوا من ذاكرة الناس لأنها الحقيقة وحتى لو مات ناس ما بتموت حقيقتهم فهلأ هو الوقت يلي اكتر شيء اسرائيل فيه مرتبكة اكتر شيء اسرائيل فيه خسرانة اكتر شيء اسرائيل السهمة السياسية نازلة بالبورصة الأوروبية وبالبورصة الأمريكية خصوصا اللي هو الراعي الأساسي بانجامين فرانكلين مع أنه كان ضد الصهاينة بس هو الأب طبع أمريكا هلأ هلأ هو الوقت يلي إذا عن جد حزب الله بدون يوصلوا على الإدس ويصلوا بالإدس وياخدوا الإدس الأماكن المقدسة وغيرها هو هلأ الوقت وإذا ما علاش فيه شبعة وفيه تلالك فالشوبة وفيه قصم الغجر يلي هلأ ضموه الإسرائيلي أنه شو ناطرين يعني شو نطروا مع الحج عماد مغني بال2008 ما بعرف شو نطروا مع اللواء قاسم سليماني ما بعرف وهلأ شو ناطرين يعني بعد ناقش حماس يوصلوا على الإدس وحزب الله بعده ساكت ما عم يحكي شيء إذا تدخل حزب الله ما فيه ولا تصريح يا دكتور شيء طبيعي مدام أنجليني شيء طبيعي إنه من بداية طوفان الأقصى بستة أو بسبعة أكتوبر ما فيه ولا تصريح له ولا مسؤول رفيع بحزب الله إلا بس مثلنا ثلاث شباب الله يرحمه لا فيه تصريح السيد هشم صفي الدين اللي قال نحن لسنا على الحياة شو بدي بالحكة أنا بدي بالفعل ما عم بقولك ما فيه يعني بتاريخ إسرائيل منذ انعقاد المؤتمر السهيوني الأول بـ 1700-1897 هيرتس تيودور هيرتس ودايفيد بن جوريون لا الآن ولا مرة كانت إسرائيل هالقد ضعيفة يعني هلأ هو الوقت تيفوته انتبهي شو بدي أقول هلأ اللهم إذا بده نيفوته أنا برأيي ما بده نيفوته أنا برأيي الجماعة اشتغلوا شغلون ووصلوا للي بده نياه ورح ياخدوا ثمرة السلام وهلأ هني منهم مستفيدين إطلاقا حزب الله من هذه العملية لأن هذه العملية عم بتبعد حظوظ السلام يلي أنا برأيي ما في إلا إلا حل واحد الدولتين طيب دكتور إذا عملوا عملية بتقلي أرار الحرب والسلم مع دولة فلسطينية عصمتها القدس الشرقية إذا ما فهم نتنياهو وزلمه وكل جماعة قرطة اليمين المتشدد المضطرب فكريا إذا ما فهموا إنه إذا ما عملوا دولة فلسطينية عصمتها القدس الشرقية إذا ما فهموا إنه هيدا البلد لللي بيقدن وللي بيصلب ولليهود اللي بيحط الكيبة هؤلاء للتلاتة ولكل البشر يعني كل كل ديانات سماوية منى ديانات سماوية محددة منى شرك مساهمة يعني إذا ما فهموا هالموضوع يعني هني عم بيبعدوا كتير عن خطة السلام يلي ممكن توصل المنطقة لشارق أوسط جديد منه مضطرب مثل ما هلا هو مضطرب طيب اختم لي هذا الجزء بهذا السؤال إذا دخل حزب الله بتقول مثل ما قلتلي قبل شوية وصادر قرار الحرب والسلم وهو لازم يكون بأمرة الجيش اللبناني مش هيك وإذا ما تدخل بتصير تشكك إنه هو أصلا عنده مصالح وما بده يتدخل احترنا هل تشك إنه ما عنده مصالح؟ نسأل عم بسألك لا أنا بالنسبة لأيلي ما عنده مصلحة يتدخل ولن يتدخل حتى ولو يعني أنا عندي شكوك إنه حزب الله رح يجاوب رح يجاوب عسكريا وأمنيا واستخباريا وكذا أنا برأيي ما رح يتدخل وأنا برأيي لو بده يتدخل كان يتدخل من أول يوم لأنه كل المعلومات الاستخبارية بتدل أنه قرار انطلاق طوفان الأقصى تاخد ببيروت وباجتماع مسبق بين حزب الله وبين حماس وبين مسؤولين كتير رفعين بجمهورية إسلامية الإيرانية هم ببيروت بلبنان بس ما الأمريكان حيّدوا إيران الأمريكان حيّدوا إيران واعتبروا أنه لا دليل على أمريكان عندهم مصالح وقلتلك أنه أكتر شيء أقل شيء بصدقه عند رجل سياسي هو شو بيقول واضح أقل شيء بصدقه من الأمريكان وبالنازل يعني خلينا نروح لفاصل أخير بحلقتنا بعد الفاصل لبناني الداخلي يعني ملفاتنا اللي تراجعت بظل الاهتمام الإقليمي ولكن بعد الفاصل مشاهدنا عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا دكتور بهذا الجزء بدي نحكي شوي عن ملفاتنا الداخلية اللي يمكن تراجع الاهتمام فيها مثل ما قلنا ملف رئيسة الجمهورية مثلا اليوم عطول بتردد بكل مؤابلاتك أنا عم حضر الحلقة شفتون أنه قد يكون الرئيس ميشيل عون هو آخر الرؤساء الموارنة ليه شو رح يسير المسيحيين ممكن لأنه خلص في حقيقة ديمغرافية بلبنان أنه المسيحيين صاروا أقلية وخسروا الحرب يعني 13-20-1990 المسيحيين خسروا الحرب كلهم عونيين وقواتيين ويمنيين وياساريين وبلوطيين كلهم كل واحد بصال بيده عوجه بلبنان خسر الحرب وبدو يعترف لهذا الشيء هلأ بعد في ناس لهذا ما بسدقين أنه هني خسروا الحرب ولأنه نخسروا الحرب صار اتفاق الطائف وفي اتفاق الطائف شيلوا كل الصلاحيات وفرغوا رئاسة الجمهورية من معناها لسبب اليوم يرجع وهج رئاسة الجمهورية كتبت شغلة أنا بالإنستغرام طبعي إذا بتسمحيلي أقيد شيء ثلاث سوينة بتأخذ يعني قلت أنا أنه بلبنان بدنا رئيس الجمهورية برجولة كميل شمعون بنزاهة فؤاد شهاب وريمون أده وسليم الخص نسيت سليم الخص هون بعتذر من الرئيس الخص كتير بحترمه رعيد بلبنان بدنا رئيس جمهورية برجولة كميل شمعون بنزاهة فؤاد شهاب وريمون أده وسليم الخص باستقامة ليس ساركيس بدهاء شارل حلو بشجاعة أنطون سعادة بعقل فريد سلمان بثقافة كمال جنبلات وبعلم وفقه الدكتور حسن رفاعي يعني الرئيس اليوم يلي بده يجي بده يكون جامع سيمات سيمات مهمة كتير 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 مهمة تقدر يرجع يعطي لرئاسة جمهورية وهج ومعدة لأنه رئاسة جمهورية من وقت ما تفرغت من صلاحياتها معد إلى طعمة يعني كان الرئيس حاكم صار حكم مين من هالأسماء المطروحة تنطبئ على هالمواصفات ما بعرف ما بعرف يمكن فيه أسماء منا مرشحة هلأ فيه بس شخصين مرشحين هن السيد أزعور والسيد فرنجية وفيه أسماء أخرى متداولة فيه أسماء متداولة شو بدي بالتداول بس ما أعلنوا أنه هن مرشحين هلأ برئاسة جمهورية مش متل بالنيابة بالنيابة مشبورة تقدمي طلبه وتخطي إخراج قاد وتخطي ورق بول وتدفع ثماني ملاوين أو عشر ملاوين ما بعرف إذا بيدفعوا برئاسة جمهورية مش مشبورة تقدمي طلب أنت بتقولي أنه أنا مرشحة وهيدا برنامج الرئاسي لحد الآن بعد ما شفت حدا طارح برنامج رئاسي تقلك أنا ايه بينطبئ أو ما بينطبئ طيب دكتور سمعتك بأحدى المقابلات بتقول عن سليمان فرنجية مهضوم وبيخدم ناسه أنه قليلة يعني هلأ اللي بدو يحط هاك مواصفات ما تعتبر أنه هو بروفيل يكفي لرئاسة الجمهورية يكون مهضوم وبيخدم ناسه أكيد لا أكيد لا أكيد لا على المستوى الشخصي أنا عم بحكي عم بحكي على المستوى الشخصي بس هيدا ما العلاقة بأنك تكون أنت حاضرة تستلمي هاك منصب رفيع بالدولة اللبنانية اللي هو أول منصب يعني يعني اليوم بفرنسا مثلا في انا في ايكول ناشونا بس تحكي بناس مثل فاليري جيس كاردستان جورج جورج بومبيدو أو الجنرال دوغول يعني هؤل الأسماء مش كل يوم تتفركش فيهم بالطريق أنت ورايحا على السوبر ماركت جيب برودويل الجلي أو للغسيل يعني بلبنان ما فيها المواصفات يعني بلبنان في لحظة 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 هلأ ليش حطيت هايدي الخاني برودويل الجلي أو شو للغسيل لأنه بس سيدي قدامك لا أبدا أبدا لا 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 ما عليها بس عم شوف عالفكرة أنا بروح على السوبر ماركت وبشتري البرودويل يلي بجلي فيه وبشتري البرودويل يلي بغسل فيه بس بقصد أنا أنه بالحياة العامة اليومية أنت ورايحا عم تعملي هالتاسك أو أنت ورايحا تدفعي في تورة الماء أو أنت ورايحا تعبى بنزين ما فيش كتير حظوظ أنك تلتقي بناس مثل فاليري جيس كاردستان أو جورج بومبيدو أو بنجامين فرانكلين الأب الروحي للولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا اللي بقصده بس أنا دايماً بستخدم التهكم بس مش من باب التقليل من قيمة شخص بس التهكم مهم ليوصل رسالة بس اللي بدي أقوله أنه اليوم في لدرجة مسؤوليات كبار على عاطق رئيس الجمهورية أنه لازم يكون عنده نزاهة ولازم يكون عنده استقامة ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده مناقبية ولازم يكون عنده كف نظيف ولازم يكون عنده قوة شخصية ولازم يكون عنده ليدرشيب برسوناليتي مش ليدرشيب برسوناليتي يعني دعوة العالم لا الليدرشيب مش اللي بيدعوة العالم الليدرشيب اللي هو بيوزع مسئوليات للناس الحواليه هيدا الليدر الناجح فبالتالي اليوم إذا شخص بدي يكون رئيس جمهورية ما لازم يختاروا لنا أي شخص هاي واحدة اتنين ما بالضرورة يكونوا من الطايفة المارونية كما أنه ما بالضرورة رئيس مجلس النواب يكون شيعي كما أنه ما بالضرورة رئيس مجلس الوزراء يكون من الطايفة السنية الكريمة أو هيداك من الشيعية الكريمة أو من المارونية الكريمة أطلاقا أو نايب رئيس مجلس النواب يكون من الطايفة الأرتوديكسية الكريمة هيدا سخافة هاي السخافة بعينها والسزاجة بعينها لأنه ممكن كتير يكون لنا اليوم شخصية سنية مرموقة وهي ممكن تتبوأ رئاسة الجمهورية وتعطينا نتيجة كتير حلوة ليه ما بدنا نقبل فيها لأنه في خوف طواقف بين بعض البعض فإذا لبنان مش راكب فإذا جورج نقاش عام 49 كان معه حق وقت الآن سجنوا لأنه قال الحقيقة يعني نفيان لا يصنعان أمة يعني مظبوط رياض الصلح كان عم يكذب على بشارة الخوري وبشارة الخوري كان عم يكذب على رياض الصلح لما قال له أنا ما رح أتطلع بقى صوب فرنسا الكاتوليكية وإمنا الحنون ورياض الصلح قال له أنا ما رح أتطلع على البعد السوري الإسلامي العربي أنا رح أكون لبناني قبل ما أكون سني عربي وهذا التاني الكذاب قال له أنا رح أكون لبناني قبل ما أكون ماروني من رشمية شو هالكذبة الكبيرة وشو هالبهدلة وشو هالعليك بالحكي وشو هالخبث وشو هالمكر بالطريقة مش هيك بيبنوا دول اليوم هيدا الرئيس يعني هيدا الشخص اللي أنا حكيت عنه واللي طارخه بعنية مش عم كب هيك مش عم بعمل دعاية لمنتج تسوقه يعني هيدا أنا بعنية وبعتقد كل لبناني صميم ما بيختلف ما ممكن يختلف إنه ريمون قدي ما كان نازيه أو اليسر كيس ما كان عنده استقامة أو فؤاد شهاب ما كان منزه أو 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 مين اليوم عم يتحمل مسئولية إطالة الفراغ ولو مصلحة مين يعني قبل كنا نحكي إنه بركة قبل رأس سنية بدو الأمور تأجلت الفراغ بيعكس غياب الوفاق الوطني والكارسة الكبيرة بلشت عيام العماد عم لأنه ضلينا سنتين ونص ولو ما صار فيه ديل مع حزب الله ومع نبيه بري ما كان وانتخبوه للعماد عم لما انتخبوه قبل بسنتين ونص لأنه دين المكان راكب وبالتالي وهي مش أول مرة بالتاريخ بوقتها دكتور لا بدي نقشك بهالنقفة بوقتها كان ترشيح العماد عون لتصحيح خلال ميثاقي لعودة المسيحيين لشركتهم بهذه السلطة من بعد سنين من الأحباط المسيحي اليوم الأوضاع مختلفة كليا يعني اليوم ما فينا نشبه هيدا المرحلة يعني اليوم ما فيه أحباط المسيحي طلع خلص الأحباط المسيحي برأيك اليوم فيه أحباط سنة لأنه الشيعة أكلين الدولة ومسيطرين عليها وفيه أحباط أورتودوكسة لأنه الأورتودوكس طيفي عريقة جدا 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 وفيها مخوخ يعني بداية بشار المالك وصولا لما ما بقدر أقول لأنه ما حدا وصل لفكر وعمق وزكا شار المالك يعني كل الطواف اليوم محبطة أنا بيخديك لها سليمان فرنجية جد رئيس فرنجية بس كان هو الرئيس سركيس وصار فيه نص صوت كان الرئيس صبر حمادة رئيس مجلس نواب وصار فيه بلبلة داخل المجلس بتلفن الرئيس صبر حمادة لرئيس فؤاد شهاب هي عم بحكيكي بأيلول عام 1970 كان الرئيس فؤاد شهاب حيا يرزق بيقول له فخامة الرئيس فيه 300 شخص محوطين مجلس النواب وكل واحد معه شي 300 رصاصة وبيقولوا وصلوا لنا إنه إذا ما بتعلنوا الرئيس للمان فرنجية رئيس للجمهورية اللبنانية كلكم بتكون تموتوا شو برأيك بعمل يقال يقال وهاي سمعتها من كذا صحافة كتير مهمين وسينيور مش مهبيل صال لهم خمس دقايق بالمهنة يقال إنه الرئيس شهاب نصخوا للرئيس المرحوم صبري حمادة إنه علون الرئيس فرنجية رئيس ويقال أنا ما بذكر كنت كتير صغير يقال إنه الرئيس صبري حمادة طلب من نائب رئيس المجلس يمكن بوقتها كان المرحوم النايب ميشيل سيسين يلي كان نائب الأشرفية عن الطايفة الأرثوذكسية الكريمة يقال إنه قال له ميشيل أنت علون بس أنا مني ذاكر مني متأكد من دقة هذه المعلومة مني متأكد من دقة كل المعلومة بس هاي معلومة سامعة من خمسة ستة سينيور وأكبر مني بكتير يعني ماتوا من كذا سنة عن عمر يناهز الثمانين وأكتر طيب هاي مش بهدلة هاي مش بهدلة إنه بلدنا هيك يكون كيف بتحل مش بهدلة إنه كل 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 عهد رئاسي ينتهي بثورة أو بنزاع طبعا رئيس بشارة الخوري ثورة بيضة رئيس كميشا معون ثورة 58 رئيس ليمان فرنجية الحرب اللبنانية بعام 75 خلص بال76 واتستلم الرئيس ساركيس إجو السوريين بقوات الخدع العربية الردع العربية واحتلونا وضعوصونا على ثلاثين سنة وكفي كفي 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 ايه هيدا مش دليل إنه في أزمة نظام يجب إعادة النظام فيها هيدا دليل إنه اللبنانية كذبين وما فيهم يعيشوا مع بعضهم وبعضهم عم بيتكاذبوا مع بعضهم لحد الآن يعني منروح للتقسيم أنا ما قلت إنه مع التقسيم بس اللي عم بقوله إنه ما فينا نكفي هيك انتبهي يلي عم يلي متل ما قلتلك هديك ساعة إنه إذا أنت معيك حق مش معناتها أنا ما معي حق والعكس صحيح إنه إذا الدولة مش راكبة هيك مش يعني لازم نقصم أو نعمل فدرالية يمكن الفدرالية أفضل ويمكن منا أفضل ويمكن التقسيم أفضل ويمكن مش أفضل بس زي اليوم بتقليلي موت ودمار أو تقسيم بقلك إيه تقسيم موت ودمار أو فدرالية بقلك إيه لأنه أنا بالنسبة ل روح لبناني واحد بتسوى كل الأنظمة مجموعة بس ولكن اليوم نحن بعهد الانفتاح ونحن بعهد الرقمية ونحن بعهد الحوار ونحن بعهد تحول فيه العالم كله لقرية صغيرة يعني بتاخد جهازك الزكي هلأ فيك تحكي مع واحد صيني بتعدي للعشر بتكون عم تحكي معه يمكن تحكي مع الرئيس الصيني أو مع الرئيس الفرنسي العالم تغير بس الناس ما عم بيقدروا يمشوا بهال بهالسرعة التغييرية يعني مثل واحد كان يطلع يبيع كاز على الطمبر فجأة صار فيه تيجي فيه بيمشي 250 بالساعة دخ الزلمة ما أنه عارف إذا بيطلع بالتيجي فيه وما بقى حدا عم بيشتري من الطمبر يعني اللبنان هيك صاير فيه دكتر بسياء حديثك بتقول أن حزب الله هو الذي يسيطر على مفاصل الدولة يعني مش يسيطر على مفاصل الدولة أنا بقول أن حزب الله حاكم لبنان بالصرمية يعني عم بقولها بشكل ملطف بس بعنيها يعني أنا بعني ما أقول بس ها مش فيها شوية مبالغة هيدا رأيك ومحتربه لا ما تناقشك لحاكم لبنان مش قادر يجيب رئيس الجمهورية اللي بده يا اللي هو سليمان فرنجي مش مش قادر ما بده ما بده وبعد ما أجا وقته لحاكم لبنان كان عنده ليش ما جاب العماد عون وما نضطرنا سنتين ونص لأنه كان ناطر الطبخة تتشتوي ما الطبخة بالدوات لأنه الطبخين اختار هو اللي جاب الرئيس عون أنا هيدا رأيي كان رئيس أكبر كتلة نيابية وأكبر ممثل للمسيحيين مظبوط مظبوط بوقتها مظبوط بس هيدا منه كافة يعني تمثيله هو اللي وصله طبعا بلده منه كافة هيدا منه كافة شو الرئيس فرنجية كان يمثل لبنان شو الرئيس شهاب كان يمثل لبنان شو الرئيس ساركيس كان يمثل لبنان مش هيدا السبب نحنا منعرف أنه رئاسة الجمهورية هي طبخة وهي ديل وهي تفاهم يعني هي تفاهم بين كل الناس على مبدأ محدد والمبادئ بتغير والتفاهمات بتغير لأن المصالح بتغير يعني المصالح اللي حكمت اهتمامات حزب الله بأول هالسنتين ونص اللي سبقوا انتخاب لعماد ميشيل عون تغيروا عن المصالح اللي صاروا يوم انتخابه أو قبل أيام أو أسابيع ليش عطول بتركز على حزب الله والهجوم على حزب الله بالداخل اللبناني وبتحيد الرئيس بره يعني هيدا الجرأة لا ما بحيد الرئيس بره أبدا ما سمعتك الرئيس بره هو الواجهة السياسية للسناء الشيعي وهو المستفيد الأساسي من السناء الشيعي خصوصا اقتصاديا هو ومدامته مش هو بس لحاله بس على الأرض يعني اليوم حركة أمل هي حركة سياسية أكتر مننا حركة عسكرية بفارق أنه حزب الله هو حركة عسكرية مسلحة عندها آلاف الصواريخ وعندها مئات آلاف الأسلحة الخفيفة وعندها 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 ما بعرف شو عندها أنا ماني أعمل دراسة يعني بس أنه وعندها مقاتلين ناس بيقولوا ستين ألف ناس بيقولوا سبعين ألف ناس بيقولوا ثمانين ألف دكتور بس مش هؤل اللي وصلونا لهون يعني لا مقاتلي حزب الله ولا صواريخه اليوم البعض بيعتبر انه وجود الرئيس نبيه بره بالسلطة وكيفية تقاسم السلطة من التسعين لليوم نحن عم نتفحقه اليوم يعني ليش عطول بتركز على منحة واحد لا اليوم القرار السلم والحرب هو منه بييد الرئيس بره الرئيس بره بيفاوض باسم حزب الله بس القرار مش هو معه يعني لما الرئيس بره فاوض اسرائيل واستقبل هوتشكين هو حكي معه يعني ما فيه مسؤول من حزب الله اجي حكي معه بس هو كان عم بيحكي باسم حزب الله وباسم السنائي الشيعي بس المستفيد الاساسي هو نبيه بره بس انا اذا ما قلت عنه يعني مش معناته هو بريء من كل هيدا الموضوع ونحن نسينا الحريرية السياسية كمان طبعا وصديقك العماد عون يعني قبل انه ينتخبو رئيس مع انه هو كاتب عنه للابراء المستحيل وهو ماضي يعني شو خاصها بها الابراء المستحيل امام القضاء دكتور انا اذا تاهم حدا وكاتب عنه كتاب اسمه الابراء المستحيل وانا عندي ايه وقاريه ثلاث مرات والمؤدمة ماضية هو العماد مش هيدا عون صحيح يلي ما عندي شي ضده على المستوى الشخصي انا بعرفه شخصيا ومش يتمع معه ثلاث مرات بس هيا ما خصر بالسياسة انا كيف بقبل انه شخص انا تاهمه بالفساد وانه سارق الدولة بقبل انه هو ينتخبني انا هيدا لازم اقبعه هيدا المكون دكتور لا مش هو بيقبعه في شعب اعطى صوته لسعد الحريري في شعب طبعا في ناس انتخبته وعطيته كتلة نيابية وفرطته على طاولة مضطر يعني على نتعون وغيره يتحاور معهم مهضومة ها نكتب هاي اقدم نكتب الحلقة انه بلبنان في شعب طيب دكتور اخر شي في انتخابات لو في شعب بلبنان لو في شعب ما سميت انا بلنامجي انا الشعب ما في شعب بلبنان هاي مزحة وهاي كذبة مثل كذبة رياض الصلح وبشالة الخورة لا بس اصدق اخر شي هيدا المكون ناس لك على راسي الواحد بالمية اللي انت مش معترف فيهم هل واحد بالمية لا مش واحد بالمية بس انه يعني عنده صفة تمثيلية ايه بعرف فرضت وجوده تيكون فيه هيدا هيدا العلاقات بينه وبين المكونات الاخرى يعني مش القرار كل اللي عم نحكي عنهم هلأ بالنسبة لقليه ساقطين بالفحص بالسياسة وساقطين بالفحص بالاخلاء كمان ايه كلهم طيب السلطة مش عشبتك الثورة كمان معجبتك اي ثورة 17-20 وين يعني بأي بلد بلبنان مام عاي خبر انه في ثورة بلبنان ولا بعرف انو في ثورة ب الثورة الفرنسية يلي أبعت الملك و و وعملت تنظيم جديد لفرنسة بعرف انو كان في ثورة عشاوشيسكو برومانيا أتلو قالولو باي باي بعرف أنو في ثورة بولشيفية بالاتحاد السوفيت بروسية الروسية تسار انو شي لو تسار قالولو باي باي واجوا الشيوعية استلموا بس بلبنان مش هالعلمة فيه ثورة بركة عم تحكي عن انتفاضة 17-20 فيه فرق ليش بين ثورة اكيد فيه فرق بين الانتفاضة اللي هي حركة رفضية والثورة اللي بتمرق بتشيل كل شي على طريقة هاي الثورة اللي مرق وليد جملات على خلدي ومرقوه مرقوه هني خلوه يمرو لولي جملات وغيره وغيراته هاي الثورة اللي اللي راحوا يدبكوا بساحة النور بترابلوس بدل ما يطلعوا عبات السياسيين وراحوا يدبكوا على جل الديب بدل ما يطلعوا عبيوت السياسيين اللي قاعدين بالمتن واللي راحوا يدبكوا بساحة إلية بصيدة بدل ما يطلعوا عبات الحريري وغيره ما أيّدت ولا مره للثورة ما أيّدت ولا مره أيّدت المبادئ اللي هي بلأ أيّدتها بالفيسبوك وموسئة بس لو بدي أيدك انت نزلت وقفت معه بس أنا من الأول عارف انه في شي غلط بالموضوع ما بعرف مين وراها بس مرتحت للموضوع من الأول وخصات انه محلة مش هون من هيك ولا مرة نزلت ولا مرة نزلت وبعدين وينهم الشباب الانتفاضة وينهم يمكن بالأول كانوا عندهم أهداف حلوة وكلنا آمننا بهالأهداف أول جمعتين ثلاثة شهر شهرين وصرت قلهم صرت قلهم وكتبتها بالفيسبوك انه بدل ما تنطفضوا على الطريق وتعطلوا الناس عن أشغالهم لأن فيه ناس معترة مجبورة تروح تجيب الغيف لأولادها انتوا عم تحرقوا دوليب وتنزعوا الزفت وتوقفوا السير وتشغلوا الشرطة على الفاضي روحوا عبيوت السياسيين شيلوهم من بيوتهم وكبوهم بمستوعبات الزبالة أو بكتب النسيان تبع التاريخ أو قرطوهم قتلة أو حطوهم بالحبوسة جيبوا شي كم قاضي شجاع وعندوا بين إجريات اتنين كبار وعملوا هيك وإلا أنا ما بقبضهم يعني يا رجال يعني مش قابد نواب الثورة حتى اللي صاروا بالبرلمان هاي تاني مزحة أول مزحة هي الشعب إنه في شعب لنين هاي تاني مزحة مع أنا بس أحكيك جد تمزحي بس أمزح بتحكيني جد بنا نقرر هاي تاني مزحة مهضومة هيك تنغير شوي جولة المشاهدين كمان طيب لك الله يعطيهم العافية عم بيتعبوا الله يوفيهم تعبون يعني بس النوش بدي أختم معك بآخر ملف ولو سريعا لأنه كتير تخطينا الوقت معك دكتور قصة ملف النزوح السوري ليه يمكن كان كل الاهتمام حول هذا الملف بالأيام الأخيرة واليوم أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في زيارة لوزير الخارجية إلى سوريا أواخر هذا الشهر للبحث بملف النزوح السوري ببكير بصح النوم كان فيه مسرحية من زمان ما باعف لامين لدراد لحام اسمه صح النوم ما باعف لامين أول شيء حدا لبناني بكير أنه يروحوا يحكم على القيادة السورية يعني بس أنه ما رح يوصلوا لنتيجة لأنه فيه مشروع توطين بلبنان مشروع توطين للفلسطينيين لأنه الإسرائيليين ما رح يقبلوا بعودة الفلسطينيين ورفضين حق العودة وفيه مليونين ونص مليونين ونص نازح سوريا من بيناتهم فيه على الأقل نصهم عاملين خدمة عسكرية أو بيعرفوا يمسكوا سلاح ويوصل هول كلهم رح يعملوا مشكلة كبيرة بلبنان وإذا ما بتحكي بالموضوع بتكوني عم تتجاهل الموضوع يعني عايشي بالإنكار بالدينايل وإذا بتحكي بالموضوع بقوليك إيه أنت عنصرية يخيي لا أنا مني عنصري أنا أكتر واحد بقول أنه الأمة السورية هي أمة عظيمة والشعب السوري هو شعب مهم وشعب عظيم ويستأهل قيادة عظيمة وقيادة ديمقراطية وقيادة تمثل هواشسه وأحلامه بس أنا ما بقدر اتغاضى أنه فيه بلبنان 500 لاجئ فلسطيني ما عندهم حتى حق أنه يتنفسوا هوى نظيف بس هولي هولي قملة موقتة لأنه لا الدولة اللبنانية عم بتساعدهم وبتعطيهم حق التملك وحق العمل ولا قادرين يمارسوا حق العودة ويرجعوا على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني هولي قملة موقتة وهولي المليونين ونص يلي النظام السوري قبلهم باطوا وقالوا نروحوا أنتوا على لبنان لأنه النظام السوري مش من مصلحته أبدا يكون فيه دولة بلبنان وما رح يزير فيه قيام لدولة بلبنان من هيك نحن حلنا الوحيد أنه يكون عندنا جيش قوي وجيش قوي معمول من ست ملاوين عنصر يعني ست ملاوين أو خمس ملاوين لبناني لازم يكونوا كلهم بالجيش اللبناني وإلا ما رح يزير فيه قيام دولة بلبنان وإذا ما قامت دولة بلبنان كل هول المشاكل اللي عم نحكي عن هون هول مؤجلين خمسين سنة وهيدا الشرق الأوسط الجديد اللي عم يبنوه نحن ما رح نكون فيه لأن نحن رح نكون بالنسيان لأنه لبنان ما رح يكون بقى موجود فهول الناس حين السوريين مع كل احترامة لحقوقهم الإنسانية هول لبنان ما بقى فيه يحملهم وعكل حال أكيد ما رح يروحوا على أوروبا لأنه الاتحاد الأوروبي كان كتير واضح برسالته أنه هول ما نحن ما رح نهتم فيهم ولا رح نستقبلهم يعني يعني بقين هون خلاص أكيد بقين هون ورح يتوطنوا ورح يصيروا لبنانية ورح يقلبوا الوضع الديمغرافي بلبنان رح يقلبوا الوضع الديمغرافي بلبنان وفي ناس في مجموعة ناس بلبنان مستفيدين منهم لأنه لجماعة 99.99% من لبنان منهم هن سنة صح وبالتالي بما أنه السنة بلبنان والمسيحيين وغيرهم متوجسين من الوجود الشيعي بلبنان بدوا الناس تيقفوا بوجه العدد الشيعي لا يعملوا توازن أكيد بنده أن يعملوا توازن بس أني ما ننوعين أنه هاي دي رح تكون قنبلة اللي ما هي إلا يعني وضع يحضر إلى نزاع مسلح جديد أو إلى حرب لبنانية جديدة لبنانية فلسطينية ولبنانية سورية ولبنانية لبنانية حالو أنا بدي أشكر كتير على حضورك معنا اليوم دكتور زياد أنا بشكر كتير لأنك طولت بالك علي بالعكس ضيف عزيز علينا بشكركم بشكر الو تي في مرسي وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة وباي باي اشتركوا في القناة